اشتركوا في القناة 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 زيادة وزن أو لا. أما تأسيم هذه الدهون هل هي موجودة بدهون حشوية من سمية أو دهون ضارة أو متواجبة منطقة الأرداف هي إلى معادلات تانية. لكن مجرد حساب فقط أنه نحن نعطي فكرة أنه أنت عندك وزن زايد أو لا عن طريق معدل كتلة الجسم نحسبه. بالإضافة لبعض المشعرات الأخرى مثل محيط الخصر هذا كمان نحسبه. لحتى يعطينا فكرة أنه أنت عندك وزن زايد أو لا. خاصة عند الرجال هذا بنحسبه. وبالتالي هم نقرر إذا كان الشخص عنده زيادة وزن أو لا. طبعا هذا المشعر ممكن أنه يعطينا يعني منسمينا تائج كاذبة. لأنه ليش? لأنه عندنا مثلا الرياضيين الرياضيين بيكونوا مثلا عندهم هنين كتلة عضلية. الكتلة عضلية دائما على الميزان تعطي وزن أعلى. فلما نحن 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 بلهم معادل كتلة الجسم هو بيعطينا أنه عنده وزن زايد بينما هو لا. وزنه ميسادي. نفس الشي عند الأطفال فالأطفال عندهم مقاييس خاصة نفس الشي عند كبار السن. كبار السن بيكون عندهم كتلة عضلية نازلة على حساب الكتلة الدهنية. على الميزان بيعطينا وزن قليل. لكن هو بيكون عنده زيادة وزن. إذن هو بشكل عام أعرف أنا عند الشخص الطبيعي يعني منستسني منه الرياضيين منستسني كبار السن. عند الأشخاص الطبيعيين بالعموم إذا أنت عندك زيادة وزن أو لا. وهون بقى منشوف إذا نحن لازم نتدخل ولا أنت وزنك طبيعي ضمن الطبيعي أوكي ممكن تكون أمورك بالسليل. يعني دكتور قبل ما نتقل أنواع التغذية حسب كل جسم. في كتير نحن نشوف على الفيسبوك أو حتى منشوف بكتب علمية أنه الوزن المثالي بيكون أنقص من الطول بخمسة كيلو هاي صحيحة ولا مانا كتير دقيقة؟ لا هي مانا كتير دقيقة هي لمجرد أنه أنا بس أدر. نحن كأخصائيين نقدر أنه مثلا أنت وزنك مثلا خمسة وسبعين كيلو تقريبا لازم يكون طولك يعني مية واثنين وثمانين متر وثلاثة وثمانين هيك لازم يكون. لكن هذا مو دقيق هذا الشي. ليش؟ لأنه في كتير عوامل ممكن أن تساعدني. أدي أعرف الكتلة الدهنية عندك. أنت أديش هل هي مثلا أن هذا الوزن هو كتلة عضلية أو كتلة دهنية هل أنت مثلا يعني طولك عم بيساعدك أنه أنت طويل بس أنت متكتسل الدهون بمناطق معينة فهل أنت يعني بتكون عندك وزن زايد بمنطقة معينة أو لا هذا كلا يعته نحن فلالعموم هي مجرد نحن بس لحتى نقدر يعني. لكن معدل كتلة تجسم هو اللي بيعطينا فعليا. في كتير أشخاص لأنه في كمان بعض الستاندر اللي ممكن نحن ناخدهم بيكون مثلا عظمه عريض. وبالتالي حتى لو كان مثلا هو طوله ما كتير يعني قليل عن وزنه يعني مثلا طوله متر وثلاثة وثمانين مثلا وزن ثمانين كيلو لكن هو وزنه مثالي. لأنه هو بنيته العظمية بتكون ضخبة. إذن نحن ما فينا نقدر. نحن كأشخاص أو بالعموم ممكن أن نقول أنت يعني هل المعادلة اللي أنت ذكرتها لك معدل كتلة تجسم هو الفيصد اللي بيعطينا أنت عندك زيادة وزن بدانة أو نقصان وزن أو أنت وزنك طبيعي. دكتور دائما يمكن الأجسام إلى تمركز للسمنة أو السيلوليت. نلاقي مثلا كثير من الناس السمنة من فوق وناس من تحت. ناس بيهم بأماكن بالبطن أو الرجال بالكرش. خلينا نحكي أو يعني هون بالخواصر أو هايك. خلينا نحكي ليش في كل جسم اللي تمركز دهون أو إلون وضعية خاصة عن الثانيين وفي دهون عنيدة ما بتنزل. هايك بيسموها يعني صعبة إنها تروح. خلينا نتعرف عن نماطج الأجسام. صحيح. لا بالعموم توزع الدهون هو عملية معقدة جدا. متدخل فيها عوامل جينية عوامل فيزيولوجية. لكن في شكلين فعليا يعني دراسات تحكي عنهم. يلي هن البدانة بالمنطقة البطنية وبمدانة بالمنطقة عند الأرداف. طبعا البدانة بمنطقة الأرداف هي أكتر عند النساء. النساء تمام. هي بتكون دهون متواجدة بمنطقة الأرداف. بتكون دائما دهون تحت الجلد بتتموضع. بنشوفها مثل ما إنه أكتر شي عند السيدات. بينما البدانة اللي بتتموضع بمنطقة البطن هي مسميها دهون حشوية. هاي الدهون الضارة بتكون أقرب على منطقة الألب. وبالتالي وتتواجد أكتر عند الرجال. ففعليا هن بأسم ولا نحنا دائما منقول شكل الإجاصة اللي بتكون من فوق نحيف. نعم نشوفهن سوا على الهواء. نعم. نرجع نشوفهن مرة تاني الأشكال الأجسام. بيكون هو من فوق نحيف ومن تحت عند منطقة الأرداف بيكون في عنده تموضع للدهون. هذا منسميه شكل الإجاصة. أو بيكون شكل التفاح اللي بيكون من تحت هو نحيف ومن فوق بيكون عنده عند البطن بيكون في تموضع دهون. وبالتالي منسميه كرش. هذا أكتر عند الرجال. لذلك فيه نوعين من الأشكال البدانية. لكن توزع الدهون فعليا هو موضوع آلية معقدة جدا. عندها يعني توضى موضعة بتدخل فيه عوامل جينية. مثل ما شايفين. الشكل التفاح الشكل الإجاصة. فيه كتير أشكال تانية لكن أكتر الأشكال الشائعة هي شكل الإجاصة. المثالي. الساعة الرملية يمكن. صحيح. الساعة الرملية هو. لا الساعة الرملية هو. الشكل المثالي. نوعا ما. أما هنين مثل ما ذكرنا نوعين هنين اللي تموضع الدهون في هنين التفاحة وشكل الإجاصة. يعني عم نحكي نحن عن أشكال للجسم. طب شو الأغذية يمكن اللي بتساعد على تمركز الدهون بكل منطق. يعني نحنا فيه شي متعارف عليه أنه السكر بالمعدة وبالكتاف الملح أو المعجنات حتى بالأرض. صحيحة ولا كمان. هذا الكلام خاطئ كليا. لأنه نحن ذكرنا. طمو توزع الدهون داخل الجسم. آلية معقدة دخل فيه عوامل جينية عوامل فيزيولوجية. الأكل أبدا ما له علاقة بتوزع الدهون. ما فيه شي أنا إذا باكل خبز بسمن عن دكتافي. طب ليش شو السبب يعني شو الآلية يلي بتخليك أنت تسمن عن دكتافك. ما فيه آلية علمية وما فيه دراسة علمية. ولما نقول دراسة علمية يعني دراسة مثبتة بتجارب مثبتة بأبحاث. ما فيه دراسة بتقول أو بتودي إنه إذا أنا أكلت خبز مثلا بسما من عندهم طقت الأكتاف. طب ليش دائما منشوف مثلا فيه أشخاص بيقول لك أنا قطعت الخبز يعني ضليت شهرين أو ثلاثة ونحفت ولاقيت نتيجة. شو السبب بيكون. لا نتيجة بيكون هو بيب. هذا راح نحكي هلأ بالبرنامج الغذائي أو النمط الغذائي الصحي. يلي نحن لازم نتبعه. لكن الشخص إذا هو ممكن إنه يقطع الخبز. بينحاف لكن ما بينحاف من منطقة معينة على حساب منطقة تانية. الجسم كيف هو بيوزع الدهون وكيف بيستخدم الدهون. هذا كمان آلية تانية داخل الجسم. في أشخاص بتنحف بمنطقة أسرع من منطقة. ما له علاقة الأكل هاد. طريقة استخدام الدهون والمناطق اللي بتكون فيها موجودة الدهون أكتر. وتوزعها داخل الجسم. هذا كمان بيلعب دور كيف جسم بيستخدمها. نحن دائما منقول إنه لما نحن بدنا نزل من الوزن. فنحن الآلية هي إنه نخلي جسم يستهدف الدهون المتراكمة كمصدر للطاقة. وبالتالي استخدام الدهون كمصدر للطاقة. تحرك الخلايا الدهنية أو الخلايا الدهنية. تحرك داخل الجسم. هذا كمان فيه له آلية معينة كيف الجسم بيستخدم من هالمنطقة أو من هالمنطقة. وتوزع أيضا آلية تانية. وبالتالي ما له علاقة أبدا الأكل بهذا الموضوع. نعم. يمكن ذكرنا بالمقدمة إنه نحن منتبع عادات صحية خاطئة. يعني دوام طويل منضل قاعدين على وراء الكمبيوتر لساعات طويلة ما منتحرك. نروح إلى البيت نضل قاعدين على الموبايل كمان ما منتحرك. الرياضة لتغت من حياتنا. وخاصة يمكن بالشتوية خلاص بردانة بيقعد حد الصوبيا وبيبلش نقريش من هون ومن هون. هل هذا الشيء بيأثر سلبا على الصحاب بالعموم بشكل عام؟ مو بس يمكن بالسمنة يمكن بصير عندك أمراض زيادة من نتيجة القاعدة وعدم الحركة. هاي الفكرة مو قضية إنه بيأثر قضية هو السبب الرئيسي. يعني مو واحدة من المؤثرات هو السبب الرئيسي. نحن دايما منقول النظام الغذائي لازم يكون جزء من تغيير نمط الحياة. تغيير نمط الحياة بيكون دائما عن طريق إضافة دائما الحركة. نحن يعني دائما نشوف كلمة عم تقدم فينا الأيام. التكنولوجيا عم تزيد فمن لا يصار فيه سيارات من لا يصار فيه كمبيوترات من لا يصار فيه. حتى البسكلياتي صارت إلكترونية أو على الكهرباء. تماما. وبالتالي كلمة نحن التكنولوجيا هي عم تضرنا ما عم تفيدنا. دائما النشاط الفيزيائي هو جزء أساسي وبتحمي من كثير من الأمراض ويقايا من كثير من الأمراض. فالغاء النشاط الفيزيائي ليس بس إنه هو بيزيد الوزن أو بيخلي إنه نشوف حالات بدانية أكتر. ولكن مثل ما ذكرتي أنت هو بيؤدي لكثير من الأمراض. لهيك تغيير نمط الحياة من إنه أنا أكون نشيط أكتر. بالإضافة لأنا أعرف كيف أنا أكل كجزء من نمط حياتي. ليس مجرد إنه والله أنا تبعد برنامج غذائي لفترة زمنية معينة. طيب أنت رح ترجع تزيد مرة تانية. أنت تعرف كيف تنظم أكلك كجزء من نمط حياتك. هاي الفكرة يعني نحن كأخصائيين تغذية دائما. يعني من دور إنه الشخص يتعلمه إنه أنا كيف غير نمط حياتي. من أن أكون أكلي صحي أعرف كيف شو النشاط الفيزيائي بيأسر عليه. النوم دائما كعدد ساعات كافي. إله علاقة بالاستقلاب ويحسن الاستقلاب إلى آخر. يعني النوم زياد بنية. لا. دائما السهر والنوم الزايد هذا بيأسر. فكل هذا يعني المقصد إنه كل هذا من تغيير نمط الحياة هذا كل ياته بيأسر. وبيعطي حياة صحية أكثر. نحن كمان عن موضوع كثير مهم هو نقص الفيتامينات فقر الدم نقص فيتامين دال. إله علاقة هدول بسمنة أو بتموضع الدهون بمكان معين؟ هلأ موضوع الفيتامينات ما له علاقة بتوضع الدهون أو بتمركز الدهون. موضوع الفيتامينات له علاقة باستخدام أو تطبيق نظام غذائي خاطئ. يعني يوم اللي أنا أطبق نظام غذائي أنا بدي إنحاف فبحرم حالي من الأكل. فأنت لازم تعرف أنه أنت حرمت حالك من بعض المركبات أو بعض المواد الغذائية وبعض المغذيات الأساسية يلي أنت ما بيصنع الجسم داخله ولكن أنت تكتسبه عن طريق الغذاء. وبالتالي أنت لما تعمل هذا الرجيم أو النظام الغذائي القاسي يلي أنت هذا الشي خاطئ ما غير طمط حياتك وإنما أنت لغيت بعض المغذيات فأنت بتكون لغيت بعض المغذيات الأساسية وأهم الفيتامينات والمعادن. وبالتالي نقصر فيتامينات والمعادن سببه الرئيسي بيكون أنه استخدام خاطئ للنظام الغذائي. بالإضافة لأنه فيه ناس بتقول أنا بحبها الأكلات هي ما بحبها الأكلات هي تنوع الغذاء. رب العالمين حطانا كلها التنوعات بالأغذية لحتى نحن ناخد الفوائد منها كلياتها كفيتامينات كمعادن كألياف كمضادات أكسدة. هذه المركبات هي اللي نسميها نحن الأغذية الوظيفية موجودة بالغذاء. وبالتالي فيه قاعدة كتير زهبية بنقول نحن ما فيه شي اسمه غذاء مفيد وغذاء ضار. فيه شي دائما الكمية من كل أكلة أنا بدي أخذها لحتى استفيد منها الغذاء. رب العالمين ما خلق غذاء ضار. رب العالمين خلق الأغذية لحتى فيه مكونات جسمي ما بيصنع لحتى أنا آخذها بالإضافة لأنه هي تمدني بالطاعة. طبعا أنا ما عم بحكي عن الأكلات. أنا عم بحكي عن غذاء كغذاء مثل البيتنجان مثل البطاطا نفسها. دائما بيخافوا العالم من البطاطا. البطاطا كغذاء هي مانا مضرة. لكن أنا كمية أعرف قديش الكمية من كل نوع غذاء أنا بحاجته جسمي لحتى أخذ هال المكونات هي لحتى أخذ هالمواد الغذائية هي المفيدة هي. وبالتاني أنا بكون حافظة على جسمي واستفد من هالأغذية هي. نعم. دكتور مع هالنصيحة بنانت شكرك كثير وشكرا لحضورك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك دكتور نصر الزير اختصاصي في مجال التغذية. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك.